الدقائق الأخيرة من حوارنا حول الأندية الجمهرية والبريك عشان طويل احنا بنتكلم فيه على ذكريات كثيرة منها ذكريات كابتن علي بو جريشة بقى يعني اللي كان يعني هداف كنت ايه اصغر هداف الدوري 19 سنة اصغر هداف الدوري المصري وكابتن ابو جريشة لعب مع الاهلي ومع الزمالك ده صحيح لعبت مع الاهلي امتا؟ لعبت مع الاهلي مجرد في 72-73 اعتقد مجرد سانتوس مع سانتوس البرازيلي اه اه ولعبت مع الزمالك رحت ثلاث رحلات تقريبا مع الزمالك ودي كانت مباراة ودي او لا؟ ودي اه سانتوس ده اتغلبنا فيه خمسة صفر اه اتغلبنا فيه اخر تلت ساعة للأسف وكان فيه بي ليه معنى الماتش اه طبعا كان فيه تلات واربعة منتخب برازيلي والواجه ليفت خمسة صعبة اول ايدو 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 تكمل خمسة صفر اه ايدو ايدو لا في الكرويه طبعا فيه فيه مباراة النهائي بتاع افريقيا لان الملعب يومها كان من جلبير مالاش لغاية النهاردة الملعب كان فيه 130 الف وفيه حوالي 30 الف برا من دخلوش واضطرين نقط من من قط اللبس عشان ننزل الملعب لانه كانوا في كريدور مليان وقعبين كل الحقيقة كان كل جمهور مصر ورا نادر اسمعيلي يومها اول بطولة افريقيا وكان وقتها مفيش كورة في مصر يعني كان الدولي مقوف فبالتالي خدنا بطولة من رحم معاناة كبيرة جدا وفي نفس الوقت البلد كانت محتاجة اي فرحة في الفترة دي فده يوم ما تنسيش واي حد كل ما قابل حد يساعد يقول لي انا كنت في المطش انا كنت بتفرق في المطش فكان كله بصراحة جمهور كل الاهل زمالك مصري اتحاد ده من المطشات الولايات الاستاذ قارة كم مليان على اخره اكتر من اخره اكتر من اخره فوق عميدة النور ده كان عميدة النور فيها ناس فيها ناس سعيد